أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بقطع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطع الواعد جذلك خلال لقائه الرئيس التنفيذي لجهز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أكد قيم الجهاز بضخ ما يقرب من مليارين وثمانمائة مليون جنيه لتمويل حوالي 920 مشروعا من المشروعات الصغيرة وفرت أكثر من 9250 فرصة عمل